لابس زي بكار وماسك رشيدة وبيرقص باللبس النوبي في أسوان وبقى زي المصريين وعايز يعيش وسطهم ايه اللي حصل مع البلوجر نويل رابنسون بعد ما جي مصر وازاي الشعب المصري استقبله اتصدر البلوجر نويل رابنسون الترند على سوشيال ميديا بعد ما ظهر باللبس النوبي أثناء زيارته اللقصر وأسوان وظهر نويل وهو لابس زي الكرتون المشهور بكار وجنبه المعزة رشيدة وبيغني غنيه بكار من قلبه وروحه مصري لكن الغريبة ان نويل قلب على مصري خالص وبقى متفاعل مع المصريين في كل مكان بشكل مش طبيعي كأنه بقى واحد منهم وفيديوهاته عملت ملايين المشاهدات درجة انها بقى مصدر للترويج للسياحة في مصر فترى ايه حكاية نويل وايه اللي جابوا مصر نويل رابنسون هو بلوجر معروف على تيك توك اتولد في ألمانيا ومصر اول مقطع فيديو لي على تيك توك سنة 2022 وتعرف برأسته المشهور بيها في الفيديوهات وقصد شعره الكيرلي وبقى حسابه عليه 30 مليون متابع على تيك توك اما انستجرام فعليه 3 مليون متابع وقرر نويل انه يزور مصر في الاجازة وبدأ ينشر فيديو لي وهو جاي في الطيارة لمصر وظهر في الطيارة وهو بيرقص رأسته المعروف بيها وكتب على الفيديو ايجيبت ام كامينج وبدأ بعدها ينشر فيديوهات لي وهو بيزور شارع المعز وظهر مع البيع وهو بيحاول يخطف منه حاجة وبعدها رأسه مع بعض وكمان ظهر مع الشباب في منطقة شعبية ورأس معاهم على اغنية أوسا تلانا مش بس كده ده كمان رأس على اغنية بمبم للفنان محمد رمضان وعلق عليها وقال حبيت الاغاني المصرية وكمان راح الاهرامات ورأس رأساته المشهورة قدام الاهرامات وطبعا مع انتشار الفيديوهات دي كلها واللي حققت ملايين المشاهدات فتصدر اسمه ترند ومحركات البحث العالمية بدأ المتابعين يشيروا الفيديوهات ويطلبوا بالاهتمام به عشان زيارته تعتبر ترويج للسياحة في مصر وفعلا اهتمت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالموضوع ونظموا زيارة ليه في المتحف المصري الكبير ورأس هناك قدام المتحف وكمان نظموا ليه زيارات للمعالم السياحية المصرية ومعاه مجموعة من الشباب اللي هيكونوا مرشدين ليه خلال زيارته في مصر وكمان ظهر كاديف مع الاعلامية منشازلي ورأسه سوا مع الجمهور في البرنامج وكمان ظهر كاديف شرف في فيلم تاج للفنان تامر حسني واللي هيتم عرضه في عيد الأطحى كمان هو قرر يزور الأقصر وأصبان عشان يشوف المعالم السياحية هناك ويتعرف على ثقافتهم وراح مع بات فيلة وكمان اتفعل مع الأطفال في أصبان وظهر وهما بيرأسه سوا كمان لبس زي النبيين بتزبط ورأس زيهم ولبس لبس بكار وليعتبر من أشهر مسلسلات الكرتون لأطفال المصريين اتربوا عليها وغنى أغنية من قلب وروحه مصري ورأس زي النبيين بالزبط ولسه هو مستمر انه يتعرف على الحضارة المصرية والثقافة فيها والشعب متفاعل معاه جدا وحبوه واعتبروه واحد منهم وبقت زيارته وسيلة مهمة للترويج للسياحة في مصر ووصل نوال منذ ساعات لمحافظة أسوان ونشر فيديو جديد مع عدم الأطفال النبيين وقام برأس معاهم على أنغام إحدى الأغاني الشعبية